او ثلاثة مباراتين زمالك عارف هذه المباراة عارف اهمية هذه المباراة بدليل ان هو لم يوافق على استلام الدرع بعد نهاية المباراة وقال خلينا بعد كده لان هو مش عايز اللعبة تتشتت في موضوع الدرع وسوريو نفس الكلام مدير فني اول مرة حيلعب عامل مع الزمالك او طور من الاداء الهجومي لنادي الزمالك خلال الفتر الاخيرة وبالتالي عايز يكسب النادي الاهلي عايز يكسب بطل افريقيا حقه لكن كيف ترى هذه المواجهة الكولومبية السويسرية اتكلم على كولر انت عارف ان احنا رأينا في كولر من اليوم طبع من الاول ده راجل سويسري تعارف السعادة السويسري بقى اللي هي الدقة والمتانة والالتزام والالتزام الشخصية دي موجودة مع فيلر هتلاقي كل المدربين اللي من النوعية دي وجايين من سويسرا بالذات عندهم الحتة دي وقلنا قبل كده وبنعيد اول ما جاي نزل وراح كده وعمل ورعب نادي مراحش الفندق فالشخصية دي مع شخصية المرحة الجميلة دي ثم الشخصية الصارمة اللي بتدي كل واحد حقه في البداية كان فيه لسه عدم اراية لكل لاعب والامكانيات كل لاعب كانت هناك جلسة كانت في منتهى الاهمية مع الكابتن محمود الخطيب ومع لجنة التخطيط وضحوا له يعني ايه نوعية اللاعب العربي بيبقى فيه احيانا عدم ثبات في المستوى الا لما بيبقى فيه حاجات معينة ممكن تتعامل مع اللاعب ومن خلالها انت بتتعامل مع الفريق والحمد لله بفضل الله بعد القعدة ديت شفنا عملية التطوير موضوع تغير الموضوع التطوير الاداء لكل لاعب ثم الاداء الفريق وشفنا النتائج اللي هي كلها التلاتات اللي كانت موجودة ثم عملية بعد الساندونز والوقفة المهمة جدا من ادارة النادي ومن الكابتن الخطيب مع الفريق اعتقد ادت دفعة معنوية قوية جدا لللاعبين والجهاز الفاني وطبعا ما ننساش دور الكابتن ساد عبد الحفيز في المحافظة على قط اللبس وعلى الامور الادارية المهمة جدا مع الجهاز الفاني الحقيقة هو كولر جايب جهاز فاني على اعلى مستوى معاه والدليل على كده بتبصت دايما اللاعبة كلها في حالة بدنية ومعنوية عالية جدا الى جانب فيه حتة مهمة جدا للنادي وفارها ودي حتة مهمة جدا ارجو ان احنا ما نخفلهاش كل الاجهزة المساعدة للمدير الفني اتواجدت من اول بصمة القدم للجهاز اللي بيحالل الجينات عشان التخزية فيه طبعا اجهزة موجودة في المطار لسه ان شاء الله يا رب كده تكون يعني طلعت من الجمارك فالرجل شخصيته عملات التدوير اللي هو بيعملها ما فيش شك انها عاملة اثر الى جانب محافظة على قط اللبس الى جانب كل اللاعب بياخد حقه عمل روح جميلة جدا ما بين اللاعبين وبعدين عملات تغييراته النواحي الفنية في بداية التشكيل عدنا 8 ماتشات بيلعب اربعة تلات تلاتة عملية التلاتة الفنص اللي منع بيه كانت مهمة جدا حمدي ومروان وديانج وطبعا معهم عمر السلية عملت نوع من ستارة قدام المدافعين ذلك احنا دايما اقل فرقة داخل فيه اهداف احنا واكبر فرقة ودايما بيعمل زي ما كانجو زي معاكم بيعمل ايه بيعمل بطولة داخل بطولة فانا ما اتغلبش طول الدوري فدي بطولة صحيح ما انا ممكن اخد بطولة بس مغلوب تلات اربع ماتشات ان انا جايب اكتر عدد معي من الاهداف ان انا بخلص الدوري قبل الاسبوع الخامس دي كلها حاجات طبعا النادي بيوفرها كاجهزة الى جانب ان هو الجهاز على كفاءة عالية بتبص من خلال قناة الاهلي التدريبات اللي هي فيها احمقات والحاجات دي بيبقى فيها اسقال وكلها حاجات خفيفة جدا وكلها حاجات فيها نوع من الاطالات بحيث ان الاطالات دي فيه غاية الاهمية لان اي اصابة بتيجي نتيجة ان انا عملية الاطالات مبقاش وقدة الوقت المناسب بتاعها فتلاقي عدد الاصابات اللي موجودة الموسم ده اقل عدد من الاصابات هذا الموسم بعكس المواسم القبل كده مطلقش الملعب يعني ولا حاجة يعني يعني فعلا فعلا الراجل وبعدين اللي بيعجبني فيه جدا على طول ما بيضيعش وقت انت خلصت الوداد وانت راجع في الطيارة الماتش اللي بعديه مفيش مفيش احتفالات وراجع من الطيارة فاتح اللابتوب بتاعه وعملش الغال في الماتش اللي انت على طول هتلعب فيه بالماتش اللي بعديه عملية تطوير لبيرستا وحسين الشحات اللي بيدفعوا بيهجموا ما كانتش موجودة هاني اللي كان كل الناس يعني واخدى منه موقف شفنا هاني واداءه الرائع والرجولة والالتحمات والمنعم علي معلول بيدي علي معلول على طول كل الماتشات